انتشار الميليشيات المسلحة والعناصر الأجنبية ما زال على رأس أولويات شروط الحل في ليبيا هذا ما كان واضحا من خلال العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي في مدينة أوباري بهدف الحد من وجود العناصر الأجنبية بالجنوب الليبي أوباري مدينة تقع على بعد أكثر من نحو 960 كم جنوب العاصمة الليبية طرابلس وهي ثاني أكبر مدينة في الجنوب الليبي وبعد سبها طبعا وغالبية سكانها من الطوارق الهدف من العملية بحسب مسؤولينا في الجيش الليبي هو تحذير الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة وذلك بعد ورود معلومات عن تحركات عناصر وصفت بالإرهابية في الجنوب الغربي للبلاد ويتخوف الجيش الليبي من عودة تنظيم داعش إلى سرط مجددا وذلك من خلال الانتشار في المناطق الجنوبية وبحسب المسؤولين فإن عملية أوباري كانت سرية ومفاجئة حيث تمت مدهمة ثلاثة أهداف في وقت واحد بالإضافة إلى القبض على مجموعة من الإرهابيين التابعين لتنظيم القاعدة الذين نقلوا أسلحة إلى الداخل الليبي ويشن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر منذ منتصف يناير عام 2019 عملية الجنوب وهي عملية عسكرية هدفها تطهير منطقات الجنوب من الميليشيات المهزومة برغم من التفاؤل الكبير الذي يترافق مع الاجتماعات والمشاورات الليبية فإن المخاوف ما زالت تخيم على الساحة الليبية بسبب تواصل انتشار الميليشيات المسلحة إلى جانب كذلك التدخلات الخارجية في مسار المحادثات اشتركوا في القناة